التكتيكات المستخدمة أثناء العملية التفاوضية ألف تكتيك الدعاء عدم المعرفة وتجاهل الخصم مضمونه يكسب الطرف الذي يدعي عدم المعرفة الوقت اللازم وقيامه باستدراج الخصم ليفضي بكل ما عنده من معلومات وأدلة وأسانيد مما يؤهل ذلك الطرف بدراسة هذه المعلومات والتوصل لكيفية التغلب عليها وتحويلها إلى أداة تساند وتدعم موقفه أو استخدامها لتميع القضية التفاوضية أو تحكمهم فيما يستخدمونه من معلومات تفيد في حل القضية التفاوضية رد الفعل دفع الخصم إلى أن يفقد عصابه أو قيامه بتقديم معلومات أكثر مما يجب تقديمه أو استغلال الطرف الأول لهذه المعلومات تقييمه هو تكتيك خداعي هجومي للاستفادة من معلومات الخصم ويكون في صالح الطرف الأول الذي يحصل على المعلومات وفي غير صالح الطرف الخصم الذي يقدم المعلومات والميزة التفاوضية الأساسية التي يعتمد عليها هذا التكتيك هي المعلومات كما يعتمد أيضا على ميزة الوقت ترجمة نانسي قنقر